تعالوا نضبط وياكم اسهل سويتي عايشك اللانصهار تابع الطريقة وفي البداية حطلك علبة قشطة وتبعها بست حبات جبن كريمي ونزلك ظرف من الدريم ويب وظرف من الكريم كرامل وكوب حالي بضبطلك التخليط على خلاط أرشية نخلط المكونات وخذلك أي نوع سويس رول تحبه من الدكان وصفلك أول صفة سويس رول وغرق سويس رول بالخليط وخلي يسبح وجهز الدور الثاني وصفلك من الأوريو وكوبلك الطبقة الثانية وعلى الثلاجة لمدة ساعة وخليك مركز على الانصهار علبة تقشطة واربع حبات من مارس وشوف لك أقرب ميكرويف وذوبهم لحد ما ينصهر ونزلها الحمام البركانية وعلى الثلاجة لمدة ست ساعات وبكذا ينتهي اسهل سويتي وهذا الشكل النهاي علينا وعليكم بلف عافية ولا غلطة جربوها ويدعولي ويعيش الانصهار تعالوا نضبطكم بمخل المكس ينفع للسندويشات والكبسات والبداية نزل خضروات جزر وزهر وشمنذر وخيار والمخل الميحلى غير بالثوم الحب والثوم المطحون ويالزنجبيل خلك مركز على البهارات في الفلسود حب ومطحون وكمون وأختمها بكزبار وبكير تأكيد المخل الميحلى بلاية ملح وملح أمانة طبيعي 100% دون أي إضافات ومكسلك بين المجروش والمطحون ومعنا غير تقلب اليمنى على اليسر وتمكسهم زين شوفلك برطمان ونسمين ولا تنسى أنك تنظفه وتعقمه ونزل فيه المخلل ونوازن الطعم بشوية سكر ومكس لنوعين من الخل خل اللي بيض وخل التفاح وفي الأخير غرقب ماء وخلل مدة أسبوعين في الشمس وبعد مرور أسبوعين يجهز معك أحلى مخلل وهذا الشكل النهاية علينا وعليكم بلف عافية ولا غلطة جربوها وادعولي